وفي سياق ترى صحيفة الشرق الأوسط أن تقدم لديه تحفظات سياسية على أطراف سنية لعبت أدوارا مربكا في عملية استبعاد الحلبوس من منصبه في رئاسة البرلمان الصحيفة ذكرت في تقرير لها أن التفاوض سيبدأ بعد إعلان النتائج النهائية وأن المناخ السني الجديد بات ينظر إلى الحلبوس على أنه فرس الرابح يجدر التحالف معه وأشرت الصحيفة إلى أن الخالطة السنية تتحرك بين مسارين الأول يشمل تقدم الحلبوس وتحالف السيادة الذي يقوده خميس الخنجر والثاني قوى لديها تفاهمات مثل حزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري وتحالف العزم لمثنى السام الرأي وتحالف الحسم الذي يقوده وزير الدفاع ثابت العباسي فيما بدأت بعض الأطراف بالتحرك حتى قبل إعلان النتائج لصياغة أرضية أولية لتلك التفاهمات